بمناسبة الذكرى السنوي الحادي عشر لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا دعا المبعوث الاممي الى سوريا جير بادرسون للوصول الى حل سياسي ننهي معاناة السوريين ويخرج البلاد من ازماتها المبعوث الاممي اعتبر ان دخول الصراع في سوريا عامه الثاني عشر دون التوصل الى حل يثير القلق بشكل كبير الامر الذي يحتم على الاطراف التوصل الى حل يعيد سيادة سوريا ويمكن الشعب من تقرير مستقبلها بادرسون قال ان رسالته للجميع واحدة وهي ان الحل العسكري وهم حيث لم تحدث تحولات في الجبهات منذ عامين مشيرا الى ان الازمة مستمرة والانهيار الاجتماعي والاقتصادي يتعمق في البلاد وبشأن المفاوضات اكد بادرسون استمرار تواصله مع الحكومة السورية وما يسمى بالمعارضة على اسع نطاق بهدف تعزيز تنفيذ قرار مجلس الامن رقم اثنين وعشرين اربعة وخمسين بشأن الحل السياسي ويطالب القرار اثنان وعشرون اربعة وخمسون جميع الاطراف في سوريا بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد اهداف مدنية ويحث الدول الاغضاء في مجلس الامن على دعم الجهود المفذولة لتحقيق وقف اطلاق النار كما يدعو القرار الامم المتحدة الى ان تجمع بين الاطراف للدخول في مفاوضات رسمية واجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت اشراف اممي بهدف اجراء تحول سياسي اشتركوا في القناة